اشتركوا في القناة للبحر الابضة متوسط موطنة اصلية لها حيث تتميزه بذرها البنية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تجعل منها علاج مناسب للعديد من الامراض وغذاء جيدا للانسان كونها تحتوى نسبة جيدة من البروتينيت والمعادل والاحمود والمضادات الطبيعية للأكسادة لذلك يمصح وتناولها على هيئة مشروب بشكل يومية وفي الصباح البكر على الريقة ونظر الاهمية هذا الجانب اخترنا ان نصارده بشكل مفصل في هذا الفيديو باذن الله تعالى اولا ما هي الفرصة الصحية لتناول بذرة الكتين على الريقة اولا تعد من افضل المشروبات الطبيعية للنساء كونها غنية بالعناصر المحفزة لهرمون الاستورجين الانساوية وبالتالي تزيد الصفات الانساوية المميزة تقوي القدرة الدماغية وتقمن مشاكل التشتت الزهنية وضعف الزاكرة لاحتويها للأحمود الأساسية للجسم سالسا تعتبر مثالية تقليل من امراض القلب وكذلك الامراض التي تصيب الشريين كونها تخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحفز بصول الأكسجين الى الجسم رابعا تخفض ضغط الدم وتقمن العلمات المصحبة لحالة ارتفاعه سادسا تعين على تفتيح البشرة وتؤخذ ظهر على ميت الشاخوغة بما في ذلك التجعيد والخطوط الدقيقة وذلك لاحتوى على مضطات الأكسادة وعلى رسافة منهئة سادسا تخفض خطر الأصابة بمرضي السكرية من خلال ضبط مستوى الأنسولين في الدم سابعا تمنع الأصابة بمرضي السرطان والانقسام غير الطبعي للخلية كونها من أقوى المضطات الطبعية النشطة للتأكسد والاحتوى عن نسبة مرتفعة من مركب لايجينينز المضاد للأورام السرطانية الخطيرة عاشرا تقيم من الأصابة بالسمنة كونها تحتوى على الأميغة 3 وعلى نسبة مرتفعة جدا من الألفة النباتية التي تحسن الهضم وترفع كفاته وترفع بالتالي كفاتة ليضة عاشرا تقيم من الأصابة بالأمراض الجلدية مثل الإكزيمة والصدفية 11 تقوي المنيع ضد الأمراض الخطيرة والسارية 12 تحفظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه وتقصفه وتحلد نصبته بالخشونة وتعزز نموه وتقيم ضعف كثافته تعد ججيدة للنساء خلال سن الياز أو ما بعد إن قطع الطمث كونها تقلل الطرابة الهرومنية في الجسم وتحقق حالة من التوازن في الهرومنية الأنثوية تحديدا ثانيا ما هي أضرر مشروب بذلة الكتين أولا تتسبب في الطرابة الدورة الشهرية أو الطمث ثانيا تؤثر سلبا على الحملة ثالثا تزد مشاكل الجهاز التنفسي وتسبب عصر التنفس وضيقه رابعا ترفع احتمالية النوبة الدماغية الخطيرة خامسا تؤدي إلى الأصوبة بأوجيع في البطن سادسا ترفع احتمالية الحساسية وما يرفقها من السعيل والكحة وظهور الطفحة والبثور على الجلد أتمنى أن الله عز وجل لن تكون استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر